وفي فقرة خاصة بنتكلم فيها عن حديث الساعة وكل المهتمين بمواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا تحديدا لأن في نوفمبر اللي فات تم إطلاق برنامج دردشة اسمه جي بي تي أو شات جي بي تي وهو برنامج بيعتمد على الذكاء الاصطناعي تحديدا في إدارة المحادثات بشكل فوري وبيجاوب كمان على أي تساؤلات بدقة وبأسلوب فلسفي وعلمي مذهل جدا علشان كده أصبح عدد كتير جدا من المستخدمين لي يمكن وصلوا لملايين من المستخدمين وأصبح لي صدق واسع في قطاع تقنية المعلومات نحن معنا النهاردة عمر شعراوي هو متخصص في الذكاء الاصطناعي هيكلمنا عمر شعراوي ياسف هيكلمنا عن برنامج شات جي بي تي تي تحديدا وليه أصبح هو في صدارة البرامج وإهتمام كل المعنيين بالسوشيل ميديا أو بالتكنولوجيا المعلوماتية تحديدا صباح الخير يا عمر صباح النور أهلا بحضرت يعني عمر عوزين نعرف إيه هو الشات جي بي تي الشات جي بي تي هو شات بوت معمول من شركة اسمها Open AI هو بالتحديد نوع من الـ AI اسمه الـ Generative AI ليه الـ Generative AI مميز لأن الـ Generative AI هو النوع الوحيد من الـ AI اللي بي يجنرات الـ AI هو الذكاء الاصطناعي مضبوط الـ Artificial Intelligence هو الذكاء الاصطناعي الزكاء الاصطناعي في الطبيعي هو بيتعامل مع البيانات بيتعامل إزاي يتصرف في حالات معينة أو غيره ولكن ما كانش من الطبيعي أن الذكاء الاصطناعي يقدر أنه هو يجاوب على الـ يجاوب أو ينتج أو يطلع صور أو يطلع مخالات زي ما بيعمل شات جي بي تي أو غيره فعشان كده الـ Generative AI مميز عن الـ AI الطبيعي وشات جي بي تي هو أحد الأمثلة من الـ Generative AI وغيره مثلاً في ميت جورني مثلاً بين تكسور ورسومات وغيره وأمثلة كثير عن النوع ده من الذكاء الاصطناعي الذي ظهر مؤخراً طب عمر استخداماته إي يعني إحنا بالنسبة لنا مثلاً لو أي حد عايز يعرف معلومة يسأل على حاجة بيدور على حاجة أعرف ما رفين مصدر فين جوجل بنشوف وبندخور شات جي بي تي إي الفرق بينه إيه استخداماته شات جي بي تي هو شات بوت تماماً أهائه أهائه هناك طب της الأجيالية مستكتops بدي Parte funky تتطور فهو تحاطي تدام ellos حالة أهو تحل thirty جيه��ه بيعلمو بأنها يتحزسسسس بيهنا下面 جداً أو بيدولوا بيانات كتير جداً عننا إحنا عن الطريقة اللي إحنا بنتكلم بيها عن البيانات اللي تخصنا فشات جي بي تي عنده كم معلومات ضخمة عن تقريباً أي موضوع في الدنيا فهو الفرق بينه وبين جوجل إيه الفرق بينه وبين جوجل إن شات جي بي تي لما بتسأله على حاجة أو لما بتسأله على حاجة بيرد رد سبيسيفك كانوا بني آدم وفوق ده شات جي بي تي عنده المقدرة إن أنت ممكن تطلب منه حاجة ويتطلب منه تقريباً أي حاجة في حدود مقدرته أصبحوا بيستخدموه في مقالات يعني دلوقتي الباحثين بيلجأوا ليه أحياناً في فكرة اللي هو ممكن يقدم لهم زي موضوع تعبير أو موضوع إنشائي فيما يخص أمر بعينه والداتة اللي فيه بتكون هي داتة موثقة مظبوط مظبوط شات جي بي تي ممكن يعمل حاجات ضخمة زي إنه هو يكتب مقالات علمية زي إنه هو يكتب سكريبتز يكتب بويمز أياً كان طالما هو في حدود الليمتس بتاعته إنه هو الموضوع ممكن يتلخص في تيكست هو ممكن يعمله في النهاية يقدر تجميع بيانات أو تجميع معلومات ده يقدر يعمله ويرتبها في السياق زي ما أنت قلت موضوع بالضبط هو بيتعلم من بياناتنا وبيتعلم من الطريقة اللي احنا رديني عليها على أسئلة شبه الأسئلة اللي احنا بنسألها له وبيطلع نتيجة أو أهو تبوت في النهاية أنت ممكن تطلب منه مثلاً حاجة سبسيفة جداً ممكن تطلب منه مقالة على موضوع معين جداً وتتفاجئ إنه هو بيطلعه لك وبدأك خراهيب طيب كونك يعني أحد المهتمين والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي تحديداً شايف إن الشاتق جي بيتي ممكن في المستقبل يكون أداة تكميلية ولا أداة استغنائية يمكن من خلالها الاستغناء عن البشر في قطاعات معينة بينها تمام هو في صورة موجودة عند الناس أن التطور خصوصاً في التكنولوجي أنه بيسبب بطالة أو غيره لكن لو رجعنا البيانات وبصينا على مثلاً معدل الوظائف قبل وبعد الصورة الصناعية أو أمور شبيهة بصورة الذكاء الاصطناعي اللي بتحصل حالين ألا إن الوظائف زادت ما قالتش ده بسبب إن إحنا كبشر بنقدر إن إحنا نتأغلم مع الشيء مع الأدوات اللي بتكون أدفانست وبتخلينا إن إحنا نوصل لليفل أعلى وإن إحنا نستغل عولنا بشكل أحسن فهو الذكاء الاصطناعي بالعكس مش شيء نخاف منه بل شيء هيوصلنا للمتس أكبر يعني دايماً أنا بأفكر في جملة إن حد يخاف إن الزكاء الاصطناعي ياخد شغله بأحسن إن الجملة دي مش ضخيخة لكن الأدوات إن هو يخاف إن حد بيعرف يستخدم الدكاء الاصطناعي هو اللي ياخد شغله صحيح أكثر منه لأنه خلاص يعني الدكاء الاصطناعي دخل في كل المجالات يعني ما بقاش مجال لوحده ده هو بقى فارع مش فارع بقى يعني خينقول واحد من عوامل نجاح أو التقدم في كل المجالات عامة فما يفعلش حد بيشتغل في أي مهنة ما بقاش عنده حتى معلومات عن التكنولوجي والدكاء الاصطناعي وما إيه لذلك طيب عامل نحن نتكلم أنت ما شاء الله سنك صغير أنت 19 سنة ولست طالب وأنت أصغر نحن نتكلم قبل الهوقتين أنت أصغر خبير تقريبا في المجال في مجال الدخاء الاصطناعي في العالم مصبت لا أحكيلي قصة أنا صنفت من شركة مايكروسوفت في 2021 كأصغر محترف الزكاء الاصطناعي في العالم وده جيه بناء على أن أنا عديت تستس وعديت اختبارات تخص مايكروسوفت في مجال الزكاء الاصطناعي بشكل عام ومن وانا كنت أصغر واحد في العالم يعدل شيء ده طيب التأهيل بقى جيه إزاي؟ يعني إزاي أهلت نفسك اللي أنت تكون متخصص في الزكاء الاصطناعي دراستك بدأت تدرس إيه إزاي وصلت ليه لفليات أو مستويات متقدمة تحديدا في الأمر ده لأن أكيد فكرة شاب ما شاء الله يعني اللهم اللي حسد 19 سنة ويعني عنده هذا الكم من المعلومات ومواكب التغيرات التكنولوجية أنت هتبقى قدوة لناس كتير قوي فتنصحهم به طبعا الموضوع بالنسبة لي شغف من وانا سني صغير يعني بس لما دخلت الكلية حاولت أستغل الموضوع ده تكنت العاول في كلية قمة وسبتها يعني احكي تجربتك بقى أنا في البداية كنت في كلية صيدلة رغم أن أنا كنت في كلية صيدلة وأن الموضوع كان يعني كلية صيدلة تحتاج مجهود كبير عشان تقدر أن أنت تنجح وتتميز فيها رغم أن الموضوع كان واخد مني مجهود كبير إلا أن أنا محبتش أن أنا أهمل موضوع الكمبيتور ساينس والذكاء الاصطناعي وغيره يعني فكنت بحاول أن أنا أسعى وأنا في كلية صيدلة رغم أن أنا بدرس مجال مختلف فإن أنا أسعى في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء على ده الجامعة رشحتني لبروجرام يخص شركة مايكروسوفت هو اللي على أساسه حتى التصنيف اللي دخل أنتصحهم بإيه؟ أن دايماً البنية ده ميشوف الحاجة اللي شغوب بيها ويحاول أنه هو يسعى وراها لأن دايماً الشغف هو اللي هيخليك تتميز في شيء ما ويحاولوا أن هم يبصوا على الفيلز اللي بتخرج جديدة زي مثلاً الإي آي زي مثلاً الديتا ساينس علوم البيانات أو زي مثلاً السايبر سيكورتي أو الأمور اللي بتخرج جديدة بسبب التطور اللي إحنا فيه لأن الأمور دي هي اللي بتحكم المستقبل تأكيد طيب لو أنت شايف دلوقتي هرجع معاك تهيني لتشاعد جي بيتي لو أنا هكلمك كمطور أو كخبير في الدكاء الاصطناعي شايف إيه عيوب تشاعد جي بيتي أو بلاش نقول العيوب نقول الحاجات اللي لسه تشتغلوا على تطويرها قدام تمام هو أنا بأعتقد أنه عيوب شاعد جي بيتي إن هو متطور من بشر لأنه إحنا كبشر ما بنقدرش إن إحنا نتواصل مع بعض بشكل كويس يعني لو طلبت من حضرتك إن أنت تتخيلي رسمة ما وتوصفيها ليه عشان أنا أرسمها أكيد أنا مش هتلعها بالصورة اللي هي في دماغ حضرتك يعني فهو شاعد جي بيتي هو صحيح إن هو بيقدر يعمل حاجات كتير بس مش دايما إن إحنا هنقدر نوصف له الحاجة بشكل سبيسيفيك فيطلع نتيجة رفف اكتمية في المائة صحيح فهو الفكرة إن شاعد جي بيتي طور مش يتطور الفكرة إن إحنا نقدر نستغل شاعد جي بيتي بشكل صحيح بجانب عقلنا بحيث إن إحنا نوصل لليفل أعلى أو نحق حاجات أكبر دي من الحاجات اللي تعتبر عقل في شاعد جي بيتي أو فينا إحنا إن إحنا ما بنقدرش نوصف لحاجة كويس وإن دايما إحنا بنحتاج ديتيلز صغيرة جدا خصوصا في مجال الكمبيتور ساينس والسوفتوير وغيره الديتيلز الصغيرة دي هي اللي بتفرق في البرودكت شكله عامل إزاي أو في الإختراع أو الشيء اللي بيخروج نعم طيب عمر خلينا سألك إيه هي ملامح الثورة الصناعية القادمة وإيه التحديات اللي ممكن تواجهها في ظل وجود تكنولوجيا هيلة جدا زي شاعد جي بيتي أو غيرها متافيرس وغيرها من الحاجات اللي إحنا بنشوفها مؤخرا تمام طبعا آخر صورة صناعية حصلت يعتبر هو ظهور الكمبيوتر صحيح حاليا إحنا دخلنا في لفل أعلى من ظهور الكمبيوتر إن إحنا بقى عندنا الإي آي الإي آي يعتبر أداة نقدر نستغلها في أي حاجة في الدنيا بالفكرة إن الإي آي مميز عننا في إنه ضخيخ ضخيخ جدا على البشر هو بيمشي بحسابات بكالكوليشنز ما بيقدرش إن هو يحيد عنها ما عندوش مثلا مشاعر أو غيره تأثر عليه أو حالة نفسية أو حالة صحية أو غيره فأولا المستعبأ اللي هيحكم فيه الزكاة الإصطناعية هيغير في أشكال المجالات كتير وفي مجالات كتير ممكن إنها تختفي بسبب إن الإي آي قادر إن هو ياخد مكانها فهو العالم بشكله الحالي هيتغير يعني حتى المجالات اللي هي مش هتتأثر بشكل كبير من ناحية الإختفاء أو غيره هتتأثر بإن الإي آي هيتدخل جواها وهيغير شكلها زي مثلا المجال الطبي أو غيره الإي آي بيحتل المجال الطبي في الأبليكيشنز بتاعته في الطب وغيره وعمليات الجراحية وإلى آخره يعني طيب واحنا نتكلم برضو عن شات جي بي تي ونتكلم على فكرة الأورتيكلز والمقارات أفتكر مثلا أنا في الجامعة كان بيبقى عندنا أسايمنت أو يعني خلينا نقول زي ورقة كده بحثية أو موضوع بنتكلم عنه ومنقدمه في كل مادة مثلا وكان في حاجة اسمها بلاجيريزم يعني خلينا نقول زي برنامج بيقدر يحدد مدى النقل اللي نقلناه من على أي موقع أو يعني بيحدد إذا كنت فعلا أنا أنا كجمانة اللي كتبة الورقة دي ولا أنا جايباها كده زي بيقوله كافي بيست أو طبعاها أو نسخاها من على الإنترنت تشات جي بي تي يقدر يخلي يعني الطلبة أو 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 ما يبزلوش مجهود مثلا يستخدموه في الحاجات اللي زي دي ولا لا تمام هو الأمر ده من ناحية البلاجيريزم أو من ناحية أن الشخص ده عمل الأورتيكل أو عمل الأسايمنت أو غيره بنفسه أو لا فهو ما فيش طريقة أن أنت تعرف الشخص ده عمل الحاجة بنفسه فعلا أو لا أو أن هو استخدم شات جي بي تي غير أن أنت تقرن مستوى بمستوى الشيء المكتوب لأن الأمر شبه مستحيل أن أنت تعمله ديتكشن يعني حضرتك يا جيد عارفة أن في حاجات بتشك على الغش أو البلاجيريزم أوتوماتيك دي الحاجات دي دلوقتي مش عارفة تواكب شات جي بي تي أما من ناحية الكسل أو غيره فأنا زي ما قلت أن احنا هنحاول أن احنا نتأخلم مع الشيء ده يعني أنا كنت بتناقش مع دكاترة جماعتي في الأمر ده فهم قالوا أن ما فيش طريقة أن أنت تعرف الشخص عمل الحاجة دي أو لا لو أنت متعرفوش بشكل شخصي عشان تحدد مستقبل وفوق ده قالوا أن هما بيتوقعوا أن في المستقبل مش هيبقى فيه أسايمنت أن أنت ترجع البيت وتعملها بسبب الأمر ده بالتحديد فهو أغلبية الشغل اللي أنت هتعمله سواء في جماعات أو غيره هيكون قدام البروفيسور وليس نسبت فوقتها في لحظة بالضبط عشان يتأكد أن أنت عملته ده بسبب قوة الموضوع يعني هو مش مجرد أنه بيكتب أرتكالز بس يعني حتى في المجال بتاعنا مجال الكمبيتور ساينس أو صوفوير أو غيره حتى بيكتب الكودز يعني ببروغرام ببروغرامز بقول أمر بقى صعب وبقى شديد أن أنت تدتكت البليجوريزم في الوقت الحالي وبالتولز الموجودة حاليا كل ما التكنولوجيا هتتقدم يا أحمد كل برضو وأنا هنلاقي مخرج الإنسان وتحديدا المصريين يعني إحنا ما بنغلبش بحاجة لكن خليني أسألك سؤال تاني دايماً بيكون للتكنولوجيا وجهان وجه إيجابي ووجه سلبي فهل الشات جي بيتي لنفس الشيء يعني هل ممكن يتم استخدامه لقدر الله في أمور سلبية مش إيجابية وله هو هنا بنتكلم على معلومات كتيرة جداً موجودة على سيرفر أو على شخص بيبتدي يجاوب عليها فهل هذه المعلومات ممكن استغلالها استغلال سيء ده بيرجع لناحية الأخلاقيات أو الإثيكس بتاعت استخدام الديتا طبعاً إحنا في عصر يعتبر الديتا أو البيانات أهم من أي شيء في الدنيا لأن أنا مثلاً لو جمعت الديتا كتير جداً عن حضرتك ممكن أعرف حضرتك هتعمل إيه بعد شوي صحيح فممكن أتوقع أنت أو حضرتك هتعمل أو بتفكر في إيه أو إزاي ممكن أبيع لك حاجة معينة أو غيره فطبعاً كم الديتا الضخم اللي موجود وطبعاً الإنترنت مفتوح للكل فالطريقة اللي البيانات بتتجمع بيها ممكن تستخدم في حاجة إيجابية زي شات جي بي دي فيه بتستخدم الديتا عشان تعمل أدوية فيه ناس بتستخدم الديتا عشان حاجات تخصه لطب بتخص زراعة أو غيره بس أكيد فيه ناس هتستخدم الديتا عشان منفعة شخصية أو عشان أمور تانية مش شرطة تكون إثيكل أو أخلاقية زي مثلاً فيه ناس كتير بتتكلم على شيء مثلاً زي أنه هما لما بيفكروا في حاجة أو بيفكروا في برودوكت أو حاجة دايماً بيلو الإعلانات طلعت قدامهم رغم لو ما تكلموش أو غيره بس ده بسبب تحليل البيانات تحليل بياناته هو يعني دي أناليتيكس وقف على إيه وهو بيتصفح كام ثانية فهو مهتم بالأمر ده فبالتالي بتبتدي تظهر له صح كده حسب مانا قاري ولا؟ بالصبف يجي مني يعني طبعاً كلنا لما بنخش على ويب سايت أو بنخش على أبليكيشنز كلنا بيسوا على أبليكيشن بيدوس أكسبت ما حنتش بيبص بس أنت مش عارف هو بيجمع عنك إيه؟ يعني أنا مثلاً مرة حبيت يعني طلبت من جوجل إن هما يبعتوا لي الديتا اللي هما مجمعينها عني فلقيت يعني ديتا تقريباً من ونص صغير جداً وحاجات يعني أنا استغرب هما مجمعينها ليه؟ يعني إذا قامت الروحتها حاجات قلتها وعكذا أمور غريبة ياهو كيف أطلب من جوجل يجمعني؟ ده متاح لأي شخص؟ آه ده أكيد يعني فوش على الستنجز وبتطلب منه إنه هو يبعت لك الديتا اللي تخصك الموجودة معي فهو الأمر غريب وفيه ديتا كتير جداً بتتجمع خد مثلاً يعني حد ممكن يفكر إنه طب هو هيستفاد إيه لما يعرف إن أنت روحت مكان معين أو إن أنت بسيط على حاجة معين بس هي المعلومات الكتيرة اهتمامات بالنسبة له اهتمامات أفضل معلومات كتير صغيرة بتوصل لحاجة كبيرة يعني أنا ممكن أفضل أجمع عن شخص إنه هو بيروح مكان معين عشان يشتري شيء معين أو غيره ممكن أجمع عن شخص إنه هو بيانتراكت أو بيتعامل مع مجموعة معينة من الناس فقدر إن أنا أفهم هو بيفكر في إيه أو أفهم إنه هو عايز إيه البرودكتس اللي ممكن أبيعها له زي ممكن أستغله بشكل أن إفكال وهكذا ظهير عمر طبعاً تنورتنا وإحنا الحقيقة فخورين بيك هم كلمة طالب يعني عنده 19 سنة مش هقول طالب هقول خبير ما شاء الله ودايماً بتمنى لك التوفيق وإن شاء الله تبقى معنا طيب صباح الخير يا مصر وإنت يعني برضو مش كبير قوي وعمل حاجات أكبر بكتير مشكرة جزيل شكرا عمر الشعراوي المتخصص في الدكاء اللي استناعي نورتنا شكراً لك يا عمر